أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدونه هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنها خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيدهي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أولم 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 أيضا أن يقول له كن فيكون وَأَسْلَ لِيُنْ ذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنَ Asıl dirileri, değil mi hocam? Dirileri diriltmek için, dirileri uyarmak için var. Evlerimizden Yasin suresini eksik etmeyelim. Kur'an sesi inşallah sadece Ramazan'da değil, bundan sonra yani fakiri değil yani. Kur'an'ı hep okuyalım. Kur'an sesi hep olsun evlerimizde inşallah. Kur'an sesinden evlatlarımızı mahrum bırakmayalım. Her hafta bir perşembe. Bu adettir ama adet iyidir ya. Hakikaten en azından sesli Kur'an okumak vardır. Yani bir hikmeti muhakkak ki var Kur'an-ı Kerim'in sesli okunmasını. Estağfirullah. Altyazı M.K. 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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزكوهوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخوج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أوسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطكون فراغا عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كهدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين işte Hz. İbrahim'in şimdi ağzından ben Rabbime gidiyorum ama önce putları kırdı babalarından, dedelerinden yani babamızdan gördüğümüz her şey yanlıştır denmiyor zaten putlara bakıyor konuşabiliyor mu bu putlar? bir işlevleri var mı? ben bunlara tapmam diyor إني ذاهب إلى ربي 300 önceydi hocam 3 gün önceydi hatırladınız mı? إني مهاجر إلى ربي diyordu Hz. Lut en büyük sefere çıkıyordu Rabbime hicret ediyorum diyordu şimdi Hz. İbrahim ailesiyle beraber ben Rabbime gidiyorum o beni hidayete edilecektir sağ olun وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرا في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترا قال يا أبت فعال ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مندنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليههم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفوا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جهدنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذاب لا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bununca peygamber zikredildi Sonra da tabi peygamberlerin imtihanları En güzel insan onlar En güzel insanların başından da en büyük imtihanlar geçti Sabır örnekleri Nitekim ondan sonra melekler mi orada hocam? وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Kimi onlar? Yukarı ayette geçen سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ Evet Allah'ın ihlaslı kulları De söylenebilir Onların makamları var hepsinin Onlar devamlı tesbihdeler سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Ya Rabbi Onca ibadetlerimizin içerisinden de Okuduğumuz şu Kur'an'ın da Aslında bize ait olmadığını Bize bu enerjiyi de sen verdin Enerji diyoruz yani modern Bize bu takati de sen verdin Ya Rabbi İçimizde niyetimizde bozukluklar varsa Ondan da seni tenzih ederiz Senin kelamına geldik Ya Rabbi Mürseli'nin olanlara selam olsun Onların getirdikleri gibi Ya Rabbi Onların bize öğrettiklerini kabul ederek geldik وَالْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ Bizi burada buluşturduğun için hamd olsun Manasında Saffat Suresi tamam oldu Şimdi Sa'd Suresi Şeytanla tekrar Yine peygamberlerin imtihanı İnsanın kendi içindeki karinenin de imtihanı başlıyor Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Sâd والقرآن ذي الذكر بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقُ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْ وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُهُمْ كَذَّابُ أَجَعْلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابُ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ أَأُنْزِنَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذْوكُوا عَذَابُ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابُ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابُ جُودٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادُ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كوسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من فهد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ Şimdi şeytan yorum yaptı, kibir yaptı, ben daha hayırlıyım dedi, tevazuyu bıraktı, insana tevazu yakışır değil mi? Şeytanın yaptığı yakışır, şeytanlaşmamak adına, şeytanın da işte tevazudan kaçınca, kibir hastalığı, tohumu girince insanın içine şeytan ihva yapıyor, yani bir çeşit fısıltı, yani fısıldıyor değil mi? Şunu yap, bunu yap, tam o anda, oruçluyken çok imtihanlar edildik ama artık son 10 gündeyiz, mahviyet yeri, tamamen yok oğlum, ahviyet ya, yokuz ya, neyimiz var ki Allah aşkına? deme yeri de, bu nasıl olacak? Yani şeytanın ihvasının, ihlaslı kullara değil mi? Hep geldi hocam, إِلَّا إِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ Ancak ve ancak ihlaslı kullar haricinde olanlarla ancak sen tesir edersin, manasında. Şimdi ihlaslı kulların tarifini belki de anlayabiliriz, Zümer suresiyle. Mealini de takip etmeye çalışın. Zümer suresinde, ihlas nasıl olur acaba diye düşünürsek belki cevabını bulabiliriz. Çünkü ayetler de öyle geliyor ya hocam, muhakkak bir şey olabilir. Esnadi Bülah. Bismillahirrahmanirrahim. Tänzil الكتاب من الله العزيز الحكيم. İna anzalna ilayka الكتاب بالحق. Fa'budillah mukhliçal lehu الدين. Ala لله الدين الخالص. Mrs. Wal-udullah. Al-udullah. Al-udullah. Al-udbah. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملق لا إله إلا هو فأما تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجه رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارد الله واسعة إنما يوفف الصابرون أجرهم بغير حساب الله sabredenlerin ecrini hesapsız ifade edecek hesapsız O eşit mi ya diyor Allah-u Teala Gündüzün kalkıp Allah'a ibadet eden Geceleyin secdeye gidenle Ahireti bırakan kişinin Eşit mi yani Onlar rahmeti umarlar diyor değil mi Allah'ın rahmetini umarlar diyor 21. cüzdeydi galiba Aklımda kaldı 2 gündür Ya orada yataktan uzaklaşırlar diye tanım vardı Sabah namazı da olur ya Ya hakikaten şu sabah namazına dertli olmak lazım Bak şu anda bir oturuyor sistem sahurla beraber Gece kalkmak lazım ya Gece kalkmak lazım ya Ufacık da olsa bir dua yapmak lazım başkalarına O ihlas oluyor Başkasına yaptığın dua ihlasa gidiyor belki de Esaadu billahi 1. قل إني أمرt أن أعبد الله مخلصا له الدين 2. وأمرt لأن أكون أول المسلمين 3. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4. قل الله أعبد مخلصا له ديني 5. فاعبدوا ما شئتم من دونه 5. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهliهم يوم القيامة 6. ألا ذلك هو الخسران المبين 7. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 8. ذلك يخوف الله به عباده 9. يا عبادي فاتكون 10. والذين اجتنموا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى 11. فبشر عباد 11. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 12. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 12. أفمن حق عليه كلمة العذاب 13. أفأنت تنقذ من في النار 14. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار 15. وعد الله لا يخلف الله الميعاد 16. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 16. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 16. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 16. Allah'ın sadrını İslam'a açtığı kişi işte o artık nurlanmıştır, nur üzeredir Rabbinden 16. Rabbim sadrılarımızı açsın, Kur'an'a sadrımızı açalım 16. Hep derler işte herkes vaazında söylüyor ya 16. Satır değil sadra bakamayla ama satırdan da 16. Tabi Kur'an'a okuyarak da ilim 16. hep söyleniyor ilim sadrımızı açsın Rabbim 16. Yoksa baştan alalım 16. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 16. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 17. أولئك في ضلال مبين 17. İşte kalpleri kas katı kesilmesi yazık onlara ya 17. Her şey kalp sanki hocam hep Allah-u Teala kalple hani derler ya 18. Ruhunu koy be abi derler ya ortaya 18. Yani o kalple 18. Ya durmak lazım artık ya bu kadar yoğun bir hayat içerisinde 18. Bir kalbimize ruhumuza sormak lazım 18. Neden 19. Şimdi okuyacağım daha durmayalım 19. Okuyacağımız ayette 19. Onların diyor tüyleri ürperir 19. Şu an okuyacağımız ayette 19. Allah'tan korkanların 19. Tüyleri diken diken olur diyor ya 19. Böyle birden bir şey olur deliriz ya 20. Evet evet o işte ya 20. İmanın alameti ya 20. İslam'ın açıldığının alameti 21. Titremek lazım 20. Ve selam 22. قال 22. Allah'ın açısından 22.ld'un 23. شابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا الكرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير في عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة